اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن مرض اسمه روماتويد ارثريتز او الروماتويد بيقولوا عليه التهاب المفاصل الروماتويدي او بالبلد كده ساعات بيقولوا عليه روماتيزم في المفاصل ومش عايز اقولك لو انت دكتور بطنة او طالب في طب فاهم موضوعين في الروماتولوجي اللي هو سيستيميك لوبس اللي هو الزئبة الحمرة وده عملنا عنه فيديو هيل هسيب لك الرابط بتاعتهم في الوصفة اسفل الفيديو والموضوع التاني هو موضوع النهاردة اللي هو روماتويد ارثريتز او روماتويد وبرضو الموضوع بتاع النهاردة هيكون على حلقتين عشان هو طويل شوية اما بالنسبة للمرضى اللي هيشوف الفيديو ده فعايز اقولك ان مش كل المضاعفات اللي موجودة وكل الكلام اللي هنقوله بييجي لكل المرضى انت بس يتابع مع الدكتور بتاعك وان شاء الله بالعلاج وبالمتابعة الموضوع بيبقى كويس جدا وما يحصلش مضاعفات ان شاء الله وما تنسوش في البداية عشان تدعمونا اعمل لنا لايك للفيديو الروماتويد او الروماتويد ارثريتز ده ده مرض مناعي ومرض التهابي يعني هو فبرضو بيكون فيه خلال في جهاز المناع بتاع الشخص فجهاز المناع بالخطأ يهاجم مفاصل هذا الشخص والمرض ده ممكن ييجي في اي مفصل تقريبا في الجسم كله يعني ممكن ييجي في الرجبة او الكتف او الكوع او الانكل او غيرها لكنه اكتر حاجة بييجي فيها هي المفاصل الصغيرة بتاعة اليدين وبتاعة القدمين مفاصل اصابع اليدين ومفاصل اصابع القدمين ده اكتر مفاصل بتتأثر وممكن يعمل فيهم التهابات وتورم الم احمرار قلة في الحركة وممكن مع الوقت لو ما تعالكش الموضوع بشكل كويس يعمل deformity او يعمل تشوهات في شكل هذه المفاصل زي ما هنتكلم عنها بعد شوية وطبعا التشوهات والالتهابات دي ممكن تأثر على وظيفة هذه المفاصل فالانسان ما يقدرش يستخدمها بشكل كويس الروماتويد ده مرض بييجي للذكور وللاناس لكنه اكتر في الاناس بنسبة تلاتة الواحد واللي عنده روماتويد ده ممكن تيجي عليه اوقات يبقى كويس جدا واوقات تانية المرض يزيد شوية او نشاط المرض يزيد شوية والdeformities او التشوهات اللي بتحصل في المفاصل دي غالبا بتكون بعد وقت طويل جدا من بداية المرض لو جينا نتكلم عن اسباب الروماتويد ارترايتس فالاسباب طبعا مش معروفة بشكل واضح قوي ليه جهاز المناعة بيهاجم الشخص زي وزي معظم الامراض المناعية لكن بيقولوا ان الجينات ليها دور شوية في الموضوع بيقولوا ان بعض العدوى ممكن تكون ليها دور في الموضوع زي مثلا مايكو بلازما ارجنيزميس زي مثلا فيروس اللي هو الابستيمبار فيروس وزي الروبيلا فيروس كمان الهرمونات ليها دور شوية في الموضوع ده وعشان كده هو بييجي في الستات اكتر من الرجال كمان ساعات بيقولوا ان الاورا كونترسيبتف بيلز او حبوب منع الحمل ممكن تقلل حدوث روماتويد ارترايتس وزيادة هرمون البرولاكتين اللي هو هايبربرولاكتينيميا ممكن تعمل برضو زيادة في حدوث روماتويد ارترايتس كمان العوامل البيئية او اللايف ستايل بتاع الشخص زي مثلا التدخين بيزود حدوث روماتويد ارترايتس تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمرة ممكن يكون ليها دور تناول القهوة كتير ممكن يكون لي دور تناول الاكل الحادق اللي هو في ملح كتير ممكن يكون لي دور وكمان نقص فيتامين دي بيقولوا ان ممكن يكون لي دور طبعا كل دي حاجات عوامل ممكن تساعد مش أسباب رئيسية في الموضوع يعني لكن بيقولوا إن ممكن يكون ليها دور شوية بالنسبة للأعراض والعلامات اللي العيان هيحس بيها وهيشتك بيها إيه اللي هيحصل بالزبط الروماتويد أو الروماتويد أرثرايتس ده بيعمل التهاب في المفاصل زي ما قلنا ودي الحاجة الأساسية المميزة ليه لكن ليه بعض الأعراض الأخرى اللي ممكن تكون على أجهزة الجسم المختلفة زي القلب وزي الرئة وزي الكلا والحاجات الدنيا دي بيقولوا عليها ودي هنتكلم عنها بعد شوية لكن خلينا دلوقتي في المفاصل اللي هي أساس الروماتويد أرثرايتس العيان ممكن يحس بآلام عامة كده في جسمه شوية إرهاق تعب مع المجهود ممكن حاجات كده قبل ظهور الالتهاب في المفاصل نفسها ولما الروماتويد ده يبدأ يأثر على المفاصل وزي ما قلنا أشهر المفاصل هي مفاصل اليدين والقدمين فتبدأ المفاصل دي تورم وتحمر وتبقى مؤلمة عند الحركة درجة حرارتها تلاقيها سخنة أما تيجي تمسكها ممكن يحصل حاجة اسمها ستيفنس أو تيبس أو تخشب هذه المفاصل العيان يصحى الصبح يلاقي ييده مخشبة مش عارف يفردها ومش عارف يتنيها كويس ومع مرور الوقت والنهار ويبدأ يحرك يبدأ يشتغل تبدأ صوابعه تفك ويجي تاني يوم يحصل نفس الموضوع صباحا بيقولوا عليه كمان بعد فترة طويلة من هذه الأعراض ولو العيان ما تعليكش بشكل كويس ممكن يحصل زي ما قلنا او تشوهات في شكل هذه المفاصل ويبدأ العيان يفقد وظيفة هذه المفاصل العيان ما يقدرش يزرر هدومه كويس ما يعرفش يلبس هدومه كويس ما يعرفش يعتني حتى بالنظافة الشخصية بتاعته كويس أحيانا في الحالات الشديدة يحصل ضمور في عضلات اليدين وكمان ممكن يحصل حاجة اسمها تينوساينفايتس اللي هو التهاب في الأغشية اللي حوالين الأوطار وبرضو دي بتعمل ألم وممكن تعمل فقدان في وظيفة هذه الأوطار وهذه المفاصل ودلوقتي نشوف مع بعض بعض الديفورمتس أو التشوهات المشهورة اللي ممكن تشوفها وطبعا دي كلها محل امتحانات أول صورة معنا هي البوتونير ساين اللي بيبقى فيه نون ريديوسبول فليكشن في البروكسيمال انترفلينجال جوينت وهيبر اكستينشن للديستل انترفلينجال جوينت يبقى شكل الصابع بالشكل ده النوع الثاني من التشوهات هو سواينيك ديفورمتي ويعتبر عكس الأولاني يبقى العكس يبقى فيه هنا في المفصل اللي هو البروكسيمال ويبقى فيه هنا في الديستل انترفلينجال جوينت فاسمها سواينيك ديفورمتي فيه نوع اسمه تريجر فينجر اللي هو بيقولك زي ما يكون هتضرب بالمسدس الصابع بيبقى زي ما يكون هيدرب بالمسدس وده ناتج من التهاب الأوطار والغشاء اللي حوالين الوطر فلما العيان ييجي يتني صابعه يحس ان فيه تكة لكنه درب بالمسدس تكة حصلت كده ومع الوقت ممكن يحصل ديفورمتي ان الصابع يفضل موجود بالشكل ده ما يتفردش كمان لو الموضوع ساق وما تحسنش وطبعا بيبقى فيه ألم في البداية كمان فيه ديفورمتي اسمها أرثريتس موتيلانس اللي قدامك دي ممكن تحصل كمان ممكن يحصل الأصابع تبقى منحرفة ناحية الألنة زي اللي قدامك برضو كمان فيه نوع اسمه الزجزاج ديفورمتي عشان هو الشبه الزجزاج المفصل رايح جاي زي برضو ما انت شايف قدامك كده وبالنسبة لأصابع القدمين فممكن يحصل ديفورمتي برضو اسمها كمان ممكن يحصل يعني الكيرف المشهور بتاع القدم ده يختفي ويبقى القدم فلات دي كانت أشهر ديفورمتيز أو التشوهات بتاعة روماتيد أرثريتس واللي هي محل امتحانات ولازم تكون عارفها فيه مشاكل تانية ممكن تحصل حاجة اسمها نيرف انتربمنتز زي ما بيحصل كاربال تانيل سندروم والميديا النيرف يحصل فيه مشاكل أو كومبريشن فيبدأ العيان يفقد الإحساس أو يتغير إحساسه في أول تلات أصابع ونص السابع الرابع وده الأشهر اللي بيحصل الألنر نيرف ممكن يحصل فيه نفس المشكلة وساعتها العيان ممكن يحصل له مشاكل في الإحساس في الصابع ده ونص ده كمان مفصل الرجبة ممكن يحصل فيه التهاب وممكن يحصل فيه تجمع سوائل كتير جوه المفصل وبرضه ممكن يحصل في الرجبتين لكن يعني مش كتير شوية زي ما قلنا هو أكتر حاجة فيه المفاصل الصغيرة بتاعة اليدين والقدمين كمان في بعض الحالات الشديدة المزمنة ممكن الروماتويد ده يأثر على سيرفايكال سباين اللي هو العمود الفقري بتاع الشخص خصوصا سي وان سي تو اللي هم أول فقرتين في العمود الفقري وكمان المفصل اللي بينهم اللي اسمه أتلانتو أكزيال جوينت ممكن يتأثر ويعمل مشاكل كبيرة لكن زي ما قلنا دي في الحالات الشديدة فقط المزمنة لفترات طويلة كنت قلتلك إن روماتويد أرثرايتس ممكن يكون ليه بعض المشاكل غير المفاصل زي ايه مثلا؟ أول حاجة الجلد ممكن يعمل نوديولز روماتويد نوديولز اللي هي كتل أو كلكيع في الجلد ودي ممكن تكون قرب المفاصل برضو ممكن تيجي في الكوع ممكن تيجي في الركبة ممكن تيجي في القدمين وتقريبا ممكن تيجي جنب أي مفصل كمان في الجلد ممكن يحصل حاجة اسمها فاسكوليتك ليجانز التهابات في الأوعية الدموية بتاعت الجلد فممكن يحصل حاجة اسمها أو قرح ممكن يحصل أو موت أو دمار جزء من الإصبع وممكن يحصل حاجة اسمها أما بالنسبة القلب فالروماتود ارتفريتس ممكن يزود فرص حدوص جلطات القلب ممكن يعمل Brincardial Infusion اللي هو تجمع سوائل تحت الغشاء المغلف للقلب. وممكن يعمل Maicarditis أو Celtic Led Alliance في عضلة القلب وغيرها من المشاكل. وبالنسبة للرئتين فالروماتود ده ممكن يعمل برضو Blo lar free ones اللي هو تجمع سوائل تحت الغشاء المغلف للرئة. ممكن يعمل اللونج نيوديولز اللي هي كتل او كلاكيع برضو في الرئة وممكن يعمل انترستيشال فيبروسيس او تلايف في الرئة الكلا كمان ممكن تتأثر سواء بالمرض نفسه او غالبا بالادوية المستخدمة كذلك الجهاز الهضمي ممكن يتأثر بالادوية المستخدمة في العلاج تأثر وتتعب شوية الجهاز الهضمي كمان الكبد ممكن يتأثر لو في حاجة موجودة اسمها فيلتي سندروم اما بالنسبة للدم فالروماتيوت ده ممكن يعمل انيميا طبعا تكون انيميا اف كرونيك ديزيز ممكن تعمل ثرومبوسايتوزيز يعني الصفايح الدموية عددها يزيد ممكن تعمل ازينوفاليا كرات الدم البيضة من النوع اللي هي ازينوفيلز عددها يزيد او ممكن تعمل نتروبانيا زي ما قلنا في الفيلتي سندروم كمان ممكن يأثر على المخ والاعصاب زي ما قلنا الميديا النيرفي مثلا اللي هو الكاربل تالين سندروم زي ما بيقوله العصب مضغوط في الحتة دي وكمان ممكن يأثر على cervical spine زي ما قلنا والعمود الفقري ممكن يعمل حاجة اسمها mononoritis multiplex ممكن يعمل peripheral myopathy وممكن يعمل حاجة اسمها cervical myelopathy ودي تبقى حاجة خطيرة شوية لكن زي ما قلنا التأثير على المخ والأعصاب والعمود الفقري دي غالبا في الحالات الشديدة فقط والمزمنة لفترات طويلة فقط كمان ممكن يأثر على العين ويعمل فيها احمرار والمشاكل اللي انت شايفها دي واحب انبه تاني مش كل الاعراض لازم تيجي في كل المرضى وان شاء الله بالمتابعة كل الامور بتبقى تمام ازاي نشخص مريض روماتويد ارترايتس في 2010 عملوا كريتيريا او نظام كده نمشي عليه عشان نشخص مبكرا روماتويد ارترايتس ونبدأ علاجه مبكرا لان العلاج المبكر ده بيكون مفيد جدا جدا وبيمنع او بيأجل الى حد كبير جدا المضاعفات بخلاف اللي كان متابعة الزمان واللي كان بيستنى كتير لما علامات كتير تظهر ويبقى العلاج مش مفيد بشكل كبير ففي 2010 الكريتيريا دي كانت كويسة جدا عشان التشخيص المبكر لروماتويد ارترايتس والكريتيريا دي او النظام ده عبارة عن عناصر وكل عنصر بياخد نقط وبتجمع للعيان النقط بتاعته من 0 ل10 لو العيان ده جاب 6 او اكتر فكده اتشخص ان هو روماتويد ارترايتس اما لو كان اقل من 6 فالعيان ده تتابعه مع الوقت تشوفه هيكمل بعد كده الكريتيريا او لا لا النقط الاساسية او العناصر في الكريتيريا دي اول حاجة بنشوف المفاصل اللي اتأثرت ايه بالزبط لو كان مفصل واحد بس من المفاصل الكبيرة هو اللي اتأثر زي مثلا الكتف الكوع الانكل الرجبة فالعيان ده بياخد زيرو لو هو مفصل واحد فقط كبير اما لو كان من 2 ل10 مفصل كبير وما فيش من 4 ل10 مفصل صغير سواء معاهم مفاصل كبيرة او لا فالعيان ده بياخد 3 العيان لو معاك اكتر من 10 مفاصل متأثرين وملتهبين وفيهم مشاكل بشرط انه يكون فيهم واحد على الاقل واحد مفصل صغير على الاقل العيان ده بياخد 5 ويبقى كده دي نقطة عدد المفاصل النقطة التانية اللي هي السيرولوجيك تست العيان بتعمله روماتوية فاكتور تحليل وتحليل لو الاتنين طلعوا سلبي فالعيان ده بياخد زيرو لو واحد منهم طلع لو بوزيتف يعني هو مرتفع لكن مش اكتر من 3 مرات الطبيعي مرتفع شوية صغيرين فالعيان ده بياخد اتنين اما لو كان واحد فيهم او الاتنين مرتفعين هاي بوزيتف يعني مرتفعين اكتر من 3 مرات الطبيعي بتاعهم فالعيان ده بياخد 3 ولو كان المعمل بتاعك مفهوش تتر يعني هو بس بيطلع لك ايجابي وسلبي فقط فلو طلع ايجابي بنعتبره لو بوزيتف يعني بنديله اتنين ويبقى ده العنصر التاني اللي هو سيرولوجي العنصر التالت اللي هو الأكيوت فيس رياكتنت اللي هي دلالات الالتهاب بنعمل للعيان CRP وESR لو الاتنين طلعوا normal فالعيان ده بياخد 0 اما لو واحد فيهم او الاتنين طلعوا عالين فالعيان ده بياخد 1 العنصر الرابع والاخير هي مدة الالتهاب ودي بتعرفها من العيان نفسه لو كانت مدة الالتهاب والاعراض والشكوى دي اقل من 6 اسابيع فالعيان ده بياخد 0 اما لو كانت اكتر من 6 اسابيع فالعيان ده بياخد 1 بعد كده بتجمع للعيان النقاط بتاعته وتشوفه خد كام زي ما قلنا لو كان 6 او اكتر فده روماتيوت ارترايتس لو كان اقل من 6 فالتشخيص مش مكتمل واتابع العيان بتاعك مع الوقت كمان في نظام او طريقة كده بنعمل بيها نشوف العيان ده في اي مرحلة من المرض بس مش هتكلم عنها بالتفصيل هسيب لك الصور بتاعتها بالمواصفات لو عايز تعرفها يعني مثلا ستيج 1 العيان ما بيبقاش فيه دليل على ديستراكشن للمفاصل بالإكس راي ستيج 2 بيبقى مودرة بروكريشن والمواصفات بتاعتها قدامك دي ستيج 3 ادي المواصفات بتاعتها وستتيج 4 دي المواصفات بتاعتها لو جينا نتكلم عن الفحوصات اللي العيان ده هنطلبها منه اول حاجة تحاليل هنطلب من العيان ده انه يعمل CBC او صور الدم كاملة عشان نشوف بقى الأنيميا كرات الدم البيضة عيلية ولا نزلت ونشوف الصفايح الدموية زي ما قولنا هنطلب العيان CRP وASR اللي مستخدمهم في التشخيص هنطلب روماتويت فاكتور وهنطلب برضو ANA وهنطلب الانتي CPA اللي هو وبالمناسبة تحليل اللي هو روماتويت فاكتور مش خاص بالروماتويت أرثرايتس ممكن يعلى في امراض اخرى من ال حتى في بعض الناس الاصحاء ممكن يلاقي عندهم روماتويت فاكتور لكن لو لقين روماتويت فاكتور عالي والانتي CPA عالي فده بيدعم التشخيص جدا للروماتويت أرثرايتس وطبعا انت عارف بقى الكريتيريا اللي قولنا عليها بالنسبة للإيمدجنج أو التصوير فبلاين إكس راي الأشعة العادية اللي هي الإكس راي دي مفيدة جدا وبتديني معلومات كويسة جدا وسعرها كويس ودي أكتر حاجة تقريبا بتنطلب من العينين ممكن تعملها على اليدين مثلا عشان تبين لك المشاكل اللي احنا قلنا عليها قبل كده زي مثلا صوفت تيشو سويلينج زي مثلا الإيروجانز اللي في البروكسيما الإنترفلينجير جوينت مثلا زي ما انت شايف في دي ممكن تشوف الالنر ديفيشن وغيرها من المشاكل اللي هتفيدك فيها الإكس راي ممكن تعمل الإكس راي على الركبة زي ما انت شايف فتشوف بتاع الجوينت ده في الميديال واللاترال كومبارتمنس وممكن تشوف ممكن نطلب الإكس راي دي على العمود الفقري زي ما انت شايف برضو ممكن يبيل لنا حاجة زي مثلا الإيروجانز اللي في في كمان حاجة اللي هي الرانين المغناطيسي وده طبعا هيديك صورة أوضح وتفاصيل أدق ومعلومات كتير جدا وأحسن طبعا من الإكس راي لكن سعره غالي مش كل الناس هنقدر نطلب منها فتقريبا كده بينطلب بس لحالات وحالات المخ والأعصاب اللي شكين فيها بيكون مفيد أكتر في الحالات دي كمان في أو الأشعة المقطعية ممكن يفيد في بعض الحالات كمان أو الأشعة التلفزيونية ممكن يفيد برضو يبين لك لو فيه اللي هو تجمع السوائل داخل المفصل نتيجة الالتهاب ممكن يوريك اللي هي الأكياس حاجة زي لو فيها مشكلة وفي حاجة اسمها اللي هو عالي الدقة ده ممكن حتى يبين لك الأوطار والأغشية بتاعتها ومشاكلها كمان في حاجة اسمها لو عندك مفصل واحد ورم مرة واحدة فضروري ان احنا ناخد منه عينة نسحبها ونحللها عشان نشخص الروماتود أرثيريتس من ناحية وعشان نستبعد ودي حاجة مهمة جدا من ناحية تانية ونستبعد كمان الكريستال أرثيريتس وفي حالة الروماتود أرثيريتس بنلاقي فيه انفلاماتوري سيلز أو انفلاماتوري باترن بنشوف الوايت بلاد سيلز اللي لقيها عالية ومعظمها نيتروفيلز وممكن نلاقي الجلوكوز والعيل لو عايز تعرف ازاي بنعالج الروماتود أرثيريتس يبقى لازم تستنانا الحلقة الجاية ان شاء الله وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضاتكم